السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي التلاميذ الواضح في اللغة العربية قسم الرابع الصفحات 14 15 و 16 على بركة الله نبدأ بدرس الصرف والتحويل أقصام الكلمة دان أقرأ النص أقرأ وأصنف الكلمات المضغوطة وفق الجدولي أو وفق الجدول هذه الجدول التي لدينا الآن إن روعة المظاهر الحضارية جذبت فاتو الفتاة الإفريقية كي تزور المغرب ولقد قال لها الغضف غدا تجولي وشاهدي تنوع معالم حضارتي بلادي مع والدتي إذن لدينا كلمة مضغوطة هذه الكلمات بلون داكن سنصنفها في هذا الجدول أو وفق الجدول إلى اسمين وأنواع الاسم هل هو مذكر أم مؤنت فعل هل هو ماضي أم مضارع أم أم ثم الحروف لدينا الكلمة الأولى جذبت فهي فعل ماضي فاتو فاتو فهي اسم مؤنت الفتاة اسم مؤنت أيضا الإفريقية أيضا اسم مؤنت كي هو حرف المغرب اسم مذكر واو 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 العطف أو مهم الواو فهي حرف لقد هي أيضا حرف قال فعل ماضي قال تجولي فعل أمر شاهدي أيضا فعل أمر والحضارة أو حضارة فهي اسم مؤنت إذن هذه هي الأجوبة نمر الآن إلى السؤال رقم اثنان أستخرج من النص ثلاثة أسماء وأبحث عن مذكرها أو مؤنتها ما المطلوب المطلوب أن تستخرج اسم إذا كان مؤنت تترجع المذكر إذا كان مذكر فنبحث عن مؤنت ديالو إذن كلمة التي اخترت هي الفتاة المذكر ديال الفتا الإفريقية مذكر الإفريقي والدتي المذكر والدي نمر الآن إلى السؤال إلى السؤال رقم ثلاثة أستخرج من نص ثلاثة أفعال وأحولها إلى أزمنة الماضي والمضارع والأمر ما علينا هو أن نستخرج الفعل مثلا قال شاهد تجول هذه أفعال سنحولها إلى الماضي ثم المضارع ثم الأمر إذن كي يسؤل عليكم الأمر نضعها في جدول كما يلي الفعل هو قال الماضي قال المضارع يقول أو تقول والأمر هو قل أو قلي الفعل تجول الماضي تجول المضارع يتجول أو تتجول كما تحبون الأمر تجول أو تجول فعل شاهد الماضي وشاهد المضارع يشاهد والماضي أو تشاهد الأمر شاهد أو شاهدي حسبها اختياركم السؤال الرقم أربع أستخرج حروفا وأركبها في جمل الحروف التي موجودة عندنا في نص ي و كي قد نركبها في جمل هذه مجرد أمثلة من طبيعة الحال إذا أردتم أن تأتوا بأمثلة من تعبيركم الخاص فلا بس بذلك أو سيكون أحسن إن القصة مفيدة هذا هو الحرف إن شجع الأب ابنه كي يمارس الرياضة أحب الفواكه والخضر أنا الواو هي حرف عطف خامسا أصنف الكلمات الآثية في الجدول وفق المطلوب عندي الكراسي على بنت صافرة يقرأ مدينة يستضيف الجدول الجدول عندي فيه الإسم الفيل الحرف طبيعة الحالي نقسم إلى مذكر ومؤنت الفيل ثلاث أزمنا ماضي مضارع وأمر ومن طبيعة الحال لدينا الحرف الكراسي فهي اسم مذكر على هي حرف بنت اسم مؤنت صافرة فعل ماد اقرأ فعل أمر مدينة اسم مؤنت أفوا هذه خطأ مدينة اسم مؤنت مدينة يستضيف فعل مضارع إذن هذا كل ما لدينا في هذا الجدول نمر الآن إلى التراكيب كما سبقت الإشارة فسنقوم بإنجاز الصفحات 14 15 و16 التراكيب الجملة المفيدة إذن نحن من طبيعة الحال لا عرفنا ما هي الجملة المفيدة وما هي أقصام الكلمة فقط هذه تطبيقات وتمارين أقرأ الفقرة الآتية وأحدد جملها المفيدة أغلق الغضف الكتاب ووضعه بعناية على المائدة ها هي جملة ثم قام وغطفات ووالدته بالديطار ها هي جملة أيضا ودس قدميه في الخف وانصرف إلى الشرفة جملة أخرى إذن هذه الثقة تتكون من ثلاث جمل ألف الجمل أغلق حتى هنا فاصلة ثم قام وغطى يعني قام وغطى فإلى هنا وثم دس قدميه في الخف وإنصرف وإنصرف إلى الشرفة نمر الآن إلى السؤال رقم واحد أضيف أضيف إلى الكلمات الآتية ما يجعلها كلاما دالا على معنى أندي كلمات على فاطو في الخف والمائدة أضع إذن آتي بجمل كما يلي على الله فليتوكل المؤمنون فاطو فتاة إفريقية وضع أحمد قدميه في الخف والمائدة مستديرة هاته أربع جمل لأربع كلمات سؤال ثاني أضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب لأحصل على جمل مفيد يعرف فعل مضارع القدم اسم مذكر حاضرة اسم مؤنت والطرق اسم مذكر أسمارة حاضرة الصحراء يعرف المغرب نهضة في مجال المواصلات شق المغرب الطرق السيارة للمغرب حضارة ضاربة في القدم الآن السؤال الموالي أشطب الكلمات غير المفيدة إلى تصفح هذه غير مفيدة إن لا تفيد معنى إذا عندما نقرأ إلى تصفح نحن لا نفهم أي معنى وبالتالي نشطب عليها جاتت على ركبتيها أيضا فهمنا المقصود هي صحيحة فوق ما معنى فوق غير تام كان لا أيضا ليس هناك معنى والمغرب بلد متعدد التقافات أيضا هذه جملة مفيدة واضحة المعنى نمر الآن إلى الإملاء أطبق أضع علامات تقيم مناسبة علامات تقيم نحن شاهدنا من قبل التفت السائح إلى المرشد فقال إذن وراء قول ماذا يأتي وراء قول نقطتين ها هما فقال شكون السائح إلى المرشد فقال إذن نقطتين إنه لأمر رائع أن أكتشف عظمة حضارة المغرب توقف تام معنى تام إذن نقطة عاد السائح ليسأل هذه جملة فاصلة هل لك أن تحدثنا عن روافد الحضارة المغربية فهذا سؤال هل هل لك أن تحدثنا إذن علامة استفهام أنتجوا سؤالتاني أنتجوا جملا متنوعة جملا تنتهي بنقطة جملتان متصلتان بينهما فاصلة وجملة استفهامية هذا اختياري أو اقتراحي يمكنكم كما أقول دائما أن تأتوا باقتراحاتكم وسيكونوا أحسن جملة تنتهي بنقطة قرأ أحمد قصة رائعة نقطة جملتان متصلتان تفصل بينهما فاصلة خرج الولد وهو يردد لن أتأخر كثيرا جملتان تفصل بينهما متصلتان طبيعة الحال جملتان متصلتان تفصل بينهما فاصلة جملة استفهامية استفهامية أطرح سؤال هل قرأت هذا الكتاب هذا سؤال وجملة تعجبية ما أجمل هذا اليوم يعني تعجب يا علامات التعجب نمر الآن إلى التطبيقات أقرأ النص وأضع علامة ترقيم أو علامات ترقيم مناسبة وأشكل ما تحتوي خط يعرض البائع السلع التقليدية وينادي السياح من أجل التبضع من معرضه يتحدث البائع لغات عديدة الشكل هوا يتحدث البائع لغات عديدة ما يسهل عليه التواصل معهم يطلب في المضارع مرفوع السائح فاعل مرفوع أيضا أنا أتكلم عن الشكل هدية مفعول به منصوب و ينصح في المضارع البائع الزائرين مفعول به باختيار فريد سجاد مغربي أصيل نمر الآن إلى الصفحة الموالية أكمل المطلوب هندي عندي أفعال الأسماء والحروف إذن يعوض ينادي يتحدث يسهل ينصح يطلب هذا شيء من النص هذه الأفعال الموجودة في النص الذي قرأنا سابقا الأسماء في السائح السلعة البائع لغات لغات هنا نقطة لغات سجاد وزرابي أما الحروف فهي الواو والمن ما مع ب السؤال رقم ثلاثة أكتب جملة مفيدة موضوعها الحضارة المغربية وأوظف علامات ترقيم مناسبة جملة متصلتان أنا لم أأتي بموضوع الحضارة المغربية ولكن جملتان على أي حال فهما صحيحة جمل صحيحة جملتان متصلتني في المعنى دخل المعلم إلى القسم وبدأ يشرح الدرس جملة تنتهي بنقطة المغرب أجمل بلد في العالم هذه عند علاقة بالحضارة المغربية جملة القول قال الأستاذ حان وقت الجدي والعمل جملة استفهامية هل زرت مسجد الحسن الثاني هذا أيضا لا علاقة بالحضارة المغربية وجملة تعجبية ما أرواع طبيعة بلادي ما أرواع طبيعة بلادي أيضا فهو لا علاقة بالحضارة المغربية فقط هذه الجملة وهذه التي ليست لها علاقة بالحضارة المغربية على أي حان جملة صحيحة هذا كل ما لدينا في هذا الدرس نرجو أن ينال الفيديو إعجابكم لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة